فيديو النهاردة هنجرب منتجات مستوردة جديدة جداً عندنا برانجلز بتعم جديد وعندنا اكبر برش شكورته في العالم ببصوا حاجة معاوني ازاي؟ دي احلى هدية دي ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله اخباركم انا عاملين ايه؟ كل تمام شانك نقول له؟ تمام طبعاً انتوا عارفين ان كده كل فترة كده احب انزل السوق والف كده في الشوارع واشوف ايه المنتجات المستوردة الجديدة في السوق دورت الكده ليد هو ده الجديد في السوق تقريباً ده بس هو قديم فيهم ده وده بس بيه كله ديد تقريباً يعني انا بصراحة جدي او ما شوفها فاتيجي نبدأ بايه؟ مش عارف محتور اه صح ليح المهم لو انت رايح تشتري من موقع نون ما تنساش عملت لك خصومات جديدة زيب عسان فاتت فكرناها اه هي دي لو اح تشتري يعني اخد خصومات يعني اه اي مصلحة وهيا بنا نبدأ حضر اكلك وكبيتك واستمتع مع قناة عصاميات تعال نبدأ بهذا الشيء المنتج ده اسمه باتيز تقريباً او باتيز او باتاتيز حايا كده تقريباً ده منتج تركي من تركيا تقريباً اه تركيا دي بريك بحال ايه او او تركيا تقريباً ده منتج شبه الشيبسي اللي عندنا عادي ولكن بقى بقية مختلفة انا جبت الطعم ده ده هو طعم الاصلي اللي بالملح تقريباً عشانعرف الطعم ده هل هينفي الشيبسي ولا لا سعر هذا المنتج عامل 30 جنيه بتاع نفتح بقا بدتفتح من فوق هنا نقول بسم الله الله شايفين كه من فوق كيه طبق زي بلاستيك جواكيQue بتحمل هذا بحيث انك انت ايه فرعاً موتش فرع على فيلم ولا حاجه سالي نفسك how she? نقول بسم الله ب Fair These عد عد كلكت قبل اندوق نقول والكان حانة وقت التزوق نقدق باتيز ده مشو عامل إزاي غريبة دي ده نفس طعم شبسي بالزبط اللي هو بالملح نفس الملمس بس تحسه اخف شوية وتحسه مش مزيد خالص بس كطعم شبسي بالملح زيه بالزبط بس على الاخف سنة جميل لحسن يكون بياتي تزديد تبع شبسي ولا حاجة بس نصحتي لو انت عايز تدوق هنا في مصر يعني مش مستاهل يعني شبسي اوفر صراحة فتقييم الي هياخد تقييم 8 من 10 ندخل بقى ع منتج اللي بعد كده ومنتج اسمه ماسيمو ده عبارة عن كيك محشي بجوز هند ومنبرق في جوز هند وده من ايطاليا تقريبا اه ايطاليا بريميوم وسعره رخيص جدا معرفش اللي سعره عامل لعشرة جنيه فمنتج مستوض ورخيص حاجة غريبة لحسن تقول تخيل انتك قربي يخلص لأ لسه بدل عليه ايه ده لسه حوالي عشر شجور شيني يخلص افتح بصوا كتلك اللي عملت ازاي حسها كده بيت تلدي ده كشكلها منبرق جوز هند بسم الله اه ده جمده وايه ده تعم جوز الهند بيحاوسك من كل حته من فوق باسلية كده ايه كتع جوز هند سغيره خالص بتقول كده تعم في البقه مع الملمس بتاعها وبعد ما تقطم بقه الكيكة الفلافي كده الهادية مع تعم جوز الهند بلد من جوه فنطع او بتحب جوز الهند حتياجة ده جدا الحاجة واحدة بس ما عاجبيتنش اول هي كيكة الكيكة قاط خفيفة ولطيفة في البقه ولكن كتعم مش حاسة غصفها بشكوضة بس جزئة باللي باقي غير كده ممتاز فماسيمو دي تاخد تقييم تمانية من العشرة ندخل بقى عن منتج اللي بعد كده ومنتج ده من شركة مارس طبعا فيش شركة مارس بقى المشهورة بس ده بقى منتج مستوى بتاحها بقى منتج اسمه مارس تريبل تريت تريبل من 3 حيات جوه حبارة عن شوكولاتة وسوداني وبلح تحت 3 هم شوكولاتة وسوداني وبلح فكرة لطيفة من مارس الصراحة بس مشكلة انها غالية شوية سعر العلبة دي عامل 80 جنيه نفتح بنا بص انا بتوقح هيبقى كزا واحدة من جوه صح؟ فلا واحدة ستقريبا اه نفتح كده طب ايه والله كويس يعني 80 جنيه فاربعة لطيف يعني كواحدة 20 جنيه كده كويس هيبيع دول بقى اي حد شفتني في الشرع هيقول لي فين مارس عبقى هالك 25 جنيه تجورة يا باشا تمر ببعة كو 8 تاتوم فارت يباص ي Taiwan لا بص و freakin عامل ازاي مكتوب هنا افر 150% د هنقل منى مع350 بالتمر؟ شكلها مختلف زايل في الصورة بالزبط تبص عامل ازاي شكلها حلو قوي ومختلفة خالص care جيه وصوص شكولاتة و من تحت حك 몇 شكولاتة و باقى حضوها سودانى شكلها حاجة جميلة جدا طبعا كنتات بحضت اني بتكلم بنراحة عشان كذا ابن ان اتقتلنا بسرعة ام هاد السرعة فنحاول يا باشا نفتح للنص رحت التمر ضربة اوي هي والسودانية حساها كده بس طمر نقول بسم الله تمر مفهوم اوي انشبه لعجبة بس العجبة ابدأ مسكر اكتر دي لأ اكتر حاجة طغية هو الطمر مع السنة شكواتة ترتا لازيزة اعتقد اهل خليج يحبوا ده اوي حاس ان كله لطيف اه اكتر حاجة طغية الطمر بس فيه تممزق برضه مع الشكواتة والسوداني مع الطمر برضه يضو تيست لطيف فكله على بعض ياخد تقييم سبعة من وعشرة نرجع بقى لحد دق تاني ومنتج جديد من توك بتعم البابريكا بصراحة المنتج ده حاسس حاسس يعني مش متأكد ان ان جربت قولي كده فين الله اعلم بس انا بصراحة نما جد دقائق 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 بس ما لقيتش خالص المنتج ده في الوديوهات تقريبا كده عمرنا نجربناه بس هنجربه اول مرة سعر المنتج ده لطيف سعره عامل 20 جنيه وده جيلنا من بقى ده جيلنا من المانيا هミ钳P افتح يا معلني بسكوت توك المستور انت بسم الله همم انت توقحها احدى من كدا تبتكلم لأ انها بابريكا صافي معها حاجة بس محليها الصراحة ومثلها طعمها antisίας وقوي كسعر ممتاز تاخد تقليم بردو ١١٠٠ طيب حدقنا نرجع بان حالي تاني بمنتج فريرو روشي طب احنا عادفين الفريرو روشي اللي هي المنتج عمو فيه مدور ده ايه تقعار عم بسكوتة كده مدورة ومحشيه شكولاتة وفيه مندق جوه صح مش هي كده بردو ولا اما باكتنى مكنتعيش الصراحة يعني المهم يعني هم عاملين بلها نسخة بار شكولاتة بش هتعمل ازاي بار شكولاتة لطيف جدا مشكلته الوحيدة هو سعره سعره غالي جدا سعره عامل خمسة وتمانين جنيه ولكن دفرره بشي في اسمه وهو اسمه تحيصت حالي غالية بس طبعا نفتح من ورا هنا نفتح من حتك برا نيه طبعا شكولاتة جاي لنا من اعتقد جاي من يو كاي من انجلترا تقليم افتح يا باشا وتعلى العوس بس 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 حطولك بقى فغلاف دهبي عشان يحسك بالبريميوم كواليتي ما اللي يرزرك من اللي تحيصه كده سبيكة من الدهب يقولك عايز تفتحه وتفتحه من هنا بتديك كده زي بتاع حمرة كده تفتحه من هنا طبعا ما نفستش خالص هو قاله فتحت كده خلاص بس 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 الفن بس بس عمل ازاي عشان برضو يحسك ان هو بقى فرير ومدور فعمل لك شكل تنبيره عطبت شكولاتة من فوق بس عمل ازاي تحسها دايرة بس هي مش دايرة يعني هي شكلها كده وفي الباقي كاتب الشعر بتاحهم فرير ورشياء الله على الاسم الله افتح باش افتح نرجع دي احنا بعد كل حلقة بيع الكلام دا نعمل تجمع عن بيع ناكل اتنين ناكل واحدة بالشكل بتاحهم من فوق وناكل واحدة بالاسم تاحهم وصوا البندق من جوعب ازاي نفس الطعب بالضبط بس حقيقة ومكعب مختلف بس الحقيقة البندق جوه كتير جدا اوبر الصراحة بكل اطمع في بندق الغريبة ان الطعم مش بسكر خالص حسو كده فلات يعني انت وقت كده كلها متجزعش بس بينك الكورة كده متجزعش بتلاقي جوه شكوتة كده سيحة كده معها كده اختلاف الطبيعي صح؟ مش جوه هي برضو مش كوهة سيحة صح ولا بتهيقلي التقليم ان طبق جوهة ايخ ما اجبتلك اتكلم تقليم تقليم اش فكر لان دا قوي مسعرها غالي قوي وحل وقوي بس هنجدها تسعة مع عشر حل وش هي بقى اكل محتاج بقى فوق كده دا منتج اسمه اسمه ايه؟ اسمه مستر براون كافيU دا كشف مستر براون كافيU تجدها تحت من برازيلي بارزيليا او آيس كوفيU برازيليا برازيليا براهو جاي من تايوان وسعره لطيف سعره عامل 20 جنيه نفتح بقى معلم ج wärenت لحظة ايوة وطبعا لازم بجمع كور اللا دا آيس كوفي باد رحته غريبة انا بتأكد من واجحان أشوف تسحلة سيحلية تحت او ضفدع الذفدع دى او خوفني كوني عملي القهوة من الدفدع به مكونات؟ لا 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 مفيش المكتوب ماء اقصر مصحوق حليب قهوة و رقاحة قهوة بايكاريبنك، ؟ مسحوق ماء اولها مشاركة ايه ايه طعم ده؟ 35!!! او طعمه مركفزة او أعني تشاكر كمرافزة ايضboro او طعمه او او اولرة سيش Engagement بس انا حسنا اكدت في ده فضع في الموضوع مش عارف اللي عندي حسنا هو القهوة مش متحمصة تقريبا كويس ولا ايه انا في تعم القهوة مر ومش متحمص نفس الوقت مش بسكر خالص القهوة مركزة قوي في حاجة غلط في المتاع ده في حاجة غلط ده انا مش مرتاح سرح انا اتجعه تاني اقول له اجلي اخده ده ده هديه تقريم وده ممكن نزاوه تقريبا اشن سعره بس سعره حدو بس ياخد تقريم كامل اللي ده اربعة من عشرة اجبعها المنتج اللي باعه ده وعندنا بقى برينجلز بطعم جديد وهو طعم الساور كريم مع الشيدر نتخيله كده ميكس غريب جبنا الشيدر وساور كريم فيا ترى هيكون عامل ازاي بالنسبة لسعر المنتج ده في سعره عامل 85 جنيه وعطوك تسعر مقبول برينجلز مستورا تقريبا يعني مش عارف نفتح كده بس شكل هو هو من جوه نبص عامل ازاي ناخد هنا كده اربعة خمسة كده نمريكو كده واحدة ناخده بصة من كل الزوايا نقوم بسم الله طعم ده محتاج تركيز بصوا كالكواليتي برينجلز فالكواليتي بتاعته هو هو كالكواليتي انا اصلا اعتقد البرينجلز اللي عندنا اصلا مش مصري مفيش برينجلز مصري اصلا تقريبا فنفس الكواليتي بالزبط ولكن كطعم فانا مش حاسس خالص بتعمل الساور كريم حاسس اكتر بتعمل الشيدر ممكن يكون الساور كريم ده طعم كده لازع شوية مع الشيدر هو الساور كريم في الموضوعات كده يعني فالتلسؤولة مهم بقى هل هو طعم حلو ولا لأ 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 طعم حلو الصراحة طعم الشيدر هو مسيطرة نديله سبعة من عشرة سبعة من عشرة ألطة بحاجة طيب خش بقى المنتج اللي بعد كده بمنتج ده بصراحة بس لما قيت سعره قلت لازم اجيبه واجره اسمه شوكيتوس المنتج ده بيعمل انواع جتيرة جدا ده بقى كعيه عرض ليته عامل 25 جنيه طبعا لازم اجيبه يعني لازم اجيبه واجربه وهو تقريبا كده قرب يخلص النهاردة كاما فدول يزوع يخلص مشان كده طبعا ده اعتبر كريمة حلويات او حاجة بتحطي على الحلويات ما ايه كريمة ريت فلفت خبضها للدهن او بتعمل سندويتش مش عارب الصراحة اما فتحته بقى ريحت فظيع الصراحة ريحته مش حلو خالص طبعا ده جعلنا من الامارات شو بقى بيسبرد ولا بيسبردش بصوا بقى بصوا بصوا بيسبرد ازاي مش عارب بس حاس طعمه صنوعه قوي هو او طعمه شبه للريت فلفت اللي بتحطي على الكيكو كده بس لا ايه بقى احلى ما عرفش بقى هو طعمه كده عشان صراحيته رقب تنتهي ولا اقى مش عارب ما عجبنيش الصراحة ومش اقايمه عشان مضممش ممكن يطلع احسن من كده في الطبيعي تدخل بقى على المنتج المنتظرة وبشدة اكبر برش شكوطة في العالم يا باشا بص بور عملي ازاي ادي دراعي احلى هداية خطيبتك بالامراتك بص حاجة قدي بعيش عياتك او المنتج طبعا او حاماتك لما انت عايز طبعا المنتج ده من شركة ملكة ملكة اللطيفة اسمه ملكة ام ام اي اكس ده هو ماكس ده بقى بتعم الستروبري تشيز كيك ده جايلنا منين بقى جايلنا من المانيا طبعا من حجمه كده ليس هكذا جايل نكون المنتج الغالي وفان سعره غالي هو سعره عامل مية وعشرين جنيين ولكن مية وعشرين جنيين ده يعتبر سعر مش غالي قاود اج revolt هتكلي ازي الي اimated كده طعلا نفتح بيص فابتك تال ايه ايته بيص LOOK مسم طرف ب fla كبير كبير يعني شعار افتح يا رجل افتح ايه ده ده افكرهم بيهزروا طبع فعلا من جوه فيه شيز كيك نفس المنظر من جوه افكرهم بيهزروا باسم من جوه باسم من هنا انا كنت تفكرش كواس ده نفسها بتعمل شيز كيك لا لا ده فيه حشوة بابا وفيه بسكوت جوه وجبنة من جوه وحاجات كتير جوه حلو فكرة دي بسم الله فيه كمان مربة فراوضة من فوق باسم من فوق هنا مربة فراوضة وانا بقى عمال بقودة ما انظر مفيش الكلام ده غريبة حاطين من جوه مربة طوئة كريمة تقليما وباسكوت وجبنة اكتر حقيقه في الطعم بتعمل فراوضة الفراوضة ضربة قوي والطعم كتوتل مشابه للشيز كيك صراحة منزل بالزبط بس في ريحته كده متوقفهاش كده خالص انا كنت متوقفها ايه مشكوت عادية بس منعرف طعمها مخلين طعمها شبه للشيز كيك لكن مش كده خالص بس كمية المربة لبقو بسو كمية مربة كتير جدا وبصراحة البرده حمسنا نعمل فيديو عن كل البروات بتاعته ملكة بروات ملكة بتنوع بالهبه دي يعني انا شايف الناس بتاخد تسعة من عشرة على فكرة بس فكرة هايلة محلوش طبعا ده مستحيل يتكلم مرة واحدة كده مستحيل ارجع يا ابن ارجع ندخل بقى على اخر منتج معانا اخر مشروب معانا حاجة اسمها شوبة شوبس بقى اعطي امر مشروب غازي زيرو سكر وفي نفس الوقت بتعم اللمون والمشروب ده جايلنا من كوريا الجنوبية هلا كوريا طبعا سعر منتج ده عامل عشرين جنيه انزلي كده بقى في كوبايت الميش وفرج الشباب على تفرج باشا تفرج باي 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 شايفيني على هو طعم مختلف يعني مش هقول لكم شبه سيفن اب او سبرايت لأ هو شبه المنتجات المصرية اللي هي المشروبات المصرية غير سيفن اب والسبرايت لأ هي شاكات التانية في منها كده نفس الريحة نفس الطعم نفس الاحساس حاجة كده وفعلا زيرو شجر مش مسكر خالص هو بس اللي بين طعم الستيم قوي وطعم اللامون على خليف قوي بس يحلو مش وحش يعني نطيق فهناديو تقييم 7 من 10 عجبني الصراحة بس كده دي كانت حالة النهاردة انت ما تكونوا استمتعتوا بيها وانبسطتوا وبالنسبة صحيح الكوات دي بتشتغل في مصر وفي الخليج سواء بالامارات او السعودية بس كده دي كانت حالة النهاردة لو استمتعت بيها ما تنساش بعد اذنك اللايك بعد اذنك بس كده كان معكم محمد عصام من قناة عصام تنساش شير اللايك سابسكرايب السلام